اشتركوا في القناة من ضمن المشاكل التي نعاني منها هو القرار الأخير الذي أدى إلى جملة من الارتباكات جعلت العديد من الأسر تتضمر وتعاني من كثرة هذه المشاكل التي لم تجد لها حلا بالإضافة للمؤسسات التعليمية الخصوصية والعمومية في ظل إلزام الأسر التعليمية بتعبئة استمارة إما عن بعد أو عن تعليم حضوري مما أدى إلى عدة مشاكل لمسناها بالملموس على أرض الواقع والذي أضطر بشكل واضح حسب البؤر المتواجدة في بعض الجهات من ضمن هذه الجهات جهة ضربدة وتبين بالواضح على أن بعض المناطق أصبحت تعاني مثل بعض المناطق لأنها تدخلت مشكورة الجهة جهة الضربدة بفضل التبصور وحكمة المدير الأكاديميجيوالتربية التكوين السيد طالب مومن مع الأطقم التي تشتغلوا معه صباح ليلة مساء استطاعوا بفضل الحنكة والتبصور كما قلت أن يجدوا حلا سريعا وأن يقوموا بنشر منشور يؤدي إلى معالجة هذه الآفة لكن نحن كمنظمة ديمقراطية للتعليم جهة ضربدة السلطات لا نرأي ولا نتصور الذي كان لو أن الوزارة شركت مجموعة من الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني والأطور التربوية والأطور التعليمية لا كان أفضل لها من تخريجها تجعل الأسر المغربية تمشي إلى وجهها حسنة ولا يقع لها ما وقع لها اليوم في هذا الدخول المدرسي ليوم الـ 12 تنبير هناك أسر لا تجدوا من يدعمها في أبنائها لأن الأب يشتغل والأم تشتغل ولقد صرح ذلك في صريح واضح السيد الوزير مشكور لكن القرار الأخير الذي أتى ليلا كان مدمراً بالنسبة لجميع الأسر والتي عانت منه كثيراً وسوف تعاني منه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر